دلوقتي معد مجزل أهم الأخبار معلمية شكرا لك شازلي أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش مجزل الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقرن عقادي قمة مجموعة العشرين في نيو ديلي بالهند حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الهند رئيس الحالي للمجموعة ناريندرا مودي وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة العشرين تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندية وذلك في ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تعقد في ظرف دولي دقيق وكذلك العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والهند ومن المقرر أن يركز الرئيس السيسي خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية بوجه عام والأفريقية على وجه الخصوص لسيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ على خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية لجميع الأطراف أفدت مسودة طلعت عليها وكالة روتزر الأنباء بشأن الأعلان الذي سيصدر عن مجموعة قمة العشرين بأن الاتحاد الأفريقي سيصبح عضوا دائما في المجموعة خلال قمة المجموعة في نيو ديلهي أعربت مصر عن خالص تعزيها للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من الأقاليم والمدن المغربية مما أسفر عن سقوط مئات من الضحايا والمصابين ووقوع خسائر مادية كبيرة وفي بيان صدر عن وزارة الخارجية أكدت مصر على تضامنها الكامل مع المملكة المغربية حكومة وشعبا في مواجهة الأثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم ومواستها لأسر الضحايا من أبناء شعب المملكة المغربية الشقيق أعلنت وزارة الداخلية المغربية مصر عمائة وستة وتسعين وإصابة مائة وثلاثة وخمسين أخرين جراء زلزال قوية ضرب إقليم الحوز وعلن معهد المغرب للجيوفيزياء التابع للمركز المغربي للبحث العلمي والتقني أن زلزال الذي بلغت شدته سبع درجات على مقياس رختر وقع في أقليم الحوز على عمق حوالي ثمانية كيلو مترات بدورها طلبت وزارة الدفاع المغربية المواطنين بأخذ الحيط والحضر والتواجد في أماكن آمنة خشية وقوع هزات ارتدادية أكد ولي العهد للسعودية الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية الروسية والوصول إلى السلام ومواصلة الجهود للإسهم في تخفيف الأثار الإنسانية الناجمة عنها جاء ذلك خلال اتصال هاتفي طلقه ولي العهد السعودي من الرئيس الأوكراني فلودمير زلنيسكي وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرئيس الأوكراني وجه الشكر لولي عهد السعودية على استضافة المملكة لاجتماع مستشار الأمن الوطني وممثل عدد من الدول في مدينة جدة وذلك لبحث الأزمة الأوكرانية والجهود المبدولة في هذا الشأن أعلنت وزارة الخارجي اليابانية أن الوزير يوشي ماسا هياشي سيلتق اليوم نظيره الأوكراني ديمترو كوليبة في العاصمة الأوكرانية كييف وأوضحت الوزارة في بيان أن هياشي سيؤكد مجددا خلال محادثته مع كوليبة دعم اليابان الثابت لأوكرانيا وسيتحدث عن مشاركتها في الجهود التي يفذلها المجتمع الدولي لإنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن أكدت روسيا أن مبادرات معالجة الحبوب الروسية في تركيا ليست بديلة عن صفقة الحبوب بل تهدف إلى تقديم المساعدة للدول المحتاجة وقال نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي فراشرين أن الجانب الروسي فيأخذ في عين الاعتبار أولا وقبل كل شيء احتياجات الدول الأكثر احتياجا مشيرا إلى أن عمليات التنفيذ العملية لمبادرة روسيا لتوفير مليون طن من الحبوب للدول الأكثر احتياجا قد بدأت بالفعل كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن رفضه منح كييف إمكانية الوصول إلى شبكة اتصالات ستارلينك الخاصة به وهي شبكة ضخمة من الأقمار الاصطناعية توفر خدمات الانترنت فوق شبه جزيرة القرم وذلك لتجنب المشاركة في عمل حربي كبير على حد تعبيره وأوضح ماسك أنه رفض طلبا من أوكرانيا لتفعيل شبكته ستارلينك للأقمار الصناعية في مدينة ستارلينك السياحية في شبه جزيرة القرم العام الماضي لاستخدامها في شن هجوم على الأسطول الروسي هناك وذلك خوفا من التورط في عمل كبير من أعمال الحرب ذكرت توكلة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كوريا الشمالية أقامت عرضا شبه عسكرية في العاصمة بيون جيانج وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها وقالت الوكالة أن الزعيم الكورية الشمالية كيم جونج أون حضر العرض رياضيا أقرى الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم تدريبات متنوعة حيث تم تقسيم اللاعبين على مجموعتين خلال معسكره الجاري بالعين السخنة استعدادا للقاء نظيره الروسي الاثنين المقبل بستاد السويس وفي التجربة الروسية الثانية له ضمن برنامج إعداده للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وأصفرت الودية الأولى عن تعادل المنتخب الأولمبي مع منتخب روسيا للمحلين وأيضا أدى اللاعبون الذين لم يشاركوا في الودية الأولى تدريبات بملعب وديدجلا مشاهدين انتهى مجزء الثامنة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل